التالية وذكرنا في الحصة الأولى معلومات وقلنا يا أبطال أن ليس هناك طالب فاشل ليس هناك طالب صاقط ليس هناك طالب ولكن إيش أحيانا يكون الطالب عنده مشكلة معينة فهذه المشكلة تؤثر على إيش على بقية هذه الأشياء الآن لو كان عندنا حوض مثلا أو كوب فيه موية وجبنا لون من الألوان وحطيناه فيه فيه الماء شي صير في الماء يتعكر كله يتعكر الماء لماذا لأن هذا اللون بس لون واحد عندنا 28 لون لون واحد حطيناه غير لون الماء وزي ما ذكرنا في الحصة الماضية أن الذي عنده صداع أنه يش عنده صداع جسمه يحس جسمه كله تعبان فيذهب إلى الطبيب ويقول له الطبيب أنت عندك مشكلة معينة عندك مشكلة في النظر أعطاه علاج وبعد ما تعالجت عيونه وهذا ونظارة خف الصداع فأصبح الجسم الآن لا يشتكي ألما في جسمه لماذا؟ لأنه كان يشتكي من مشكلة ما كان الجسم كله في مشكلة الجسم كله يتألم ولكن المشكلة كانت وحدة أنه عنده ضعف في النظر ضعف في النظر فلما حلينا حل الطبيب وعطانا الضار وحل مشكلة النظر أصبح الجسم الآن عاد كما كان نشيطا قويا نشيطا قويا وهذا يا ابتال أيضا ينطلق ذكرت لكم في الحصة الماضية أن هذا أيضا ينطبق على الطالب في القراءة في القراءة القراءة يا ابتال عبارة عن مجموعة واحد في معرفة الحروف في كذا في كذا في كذا أشياء كثيرة إذا صار عندنا خلل في واحدة من هذه الأشياء صار عندنا خلل في هذه النقطة يصبح إيش الآن عندنا أصبح عندنا إيش مشكلة أصبح عندنا مشكلة لما نعالج هذه الإشكالية هذه تصبح الآن ليس عندنا أي إشكال ليس عندنا أي إشكال واضح يا أبطال وذكرنا قلنا إيش أن الأشياء التي لا بد أن نعرفها في القراءة أشياء تقريبا تقريبا خمسة على أصابع اليد على اصابع اليد النقطة الاولى ذكرناها نذكرها سريعا يا ابطال حتى لا نطيل معرفة اسماء الحروف انا اراجع لكم عساسيش نعرف ايش نعيدها عساسيش يقول تكرار يعلم الشطار الحروف هذه را زا سا عا ضا ما نا وهكذا هذه الحروف لابد ان نحفظها حفظ ممتاز جيد جدا استاذ لا لا جيد جدا مرتفع لا ممتاز نعرفها كما نعرف اخواننا كما اعرف اسم ابوي اسم اخوي اسم خالي اسم هذا خالد هذا محمد هذا عبدالله لازم اعرف ان هذا الضا را تا ثا عا نا ها جا اذا فكرت بس مجرد تفكير انت الان عندك ايش مشكلة عندك مشكلة المشكلة هذه كيف نحلها بالتكرار نقرأ الحرف مرة حرف هذا ايش ضا ضا نطلع عساننا بالعصة لان عنده عصة يخوفنا فيها يقول طلع عسانك يا الله اذا نطقتني فنقول ايش ضا ضا اذا هذا الحرف ضا مجرد ما تشوف تعرف انه يا ابو عصة ذا هذا ضا ممتاز اذا الحرف وش يا ابطال هذا را هذا تا اذا فكرت غلط تبدأ يش ترجع من جديد وتحفظ تحفظ 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 الحروف حتى تتقن الحروف انت تشوف الحروف هذا منه خالد هذا عبدالله هذا عبدالوهاب هذه منا هذه نورة وهكذا تعرف الاسماء على طول حفظ وليس تفكير حفظ واضح اذا ايش النقطة الاولى ان نعرف الحروف ان نعرف الحروف الان عرفنا الحروف استاذ الان اعرف اي حرف تعطوني اياه انا اقرأ استاذ انا اقرأ الان كل الحروف الثمانية وعشرين كلها اقرأها قراءة ممتازة يا سلام انتم الان انتم الابطال اللي ايش ستبدون مجد هذا البلد ممتازين طيب نطلع ايش للشيء الثاني قلنا يا ابطال الشيء الثاني النقطة الثانية النقطة الاولى قلنا ايش انها معرفة الحروف الثانية الحركات قلنا ايش الحركات وقلنا عندنا كم حركة عندنا ثلاث حركات واخت صغيرة ما نبي نذكرها نقولها بعدين اخت الصغيرة حقتهم بعدين نعلمكم فيها اما الان بعلمكم الخوات الثلاث الخوات الثلاث وقلنا يا ابطال ان هاذي ايش فتحة السيارة فيها فتحة من فوق صح فتحت السيارة من فوق اللي نفتحها ولا من تحت من فوق فايش اسمها فتحة اسمها فتحة ايش معنى الفتحة ان نفتح الحرف لما نفتح فمنا اثناء نطق الحرف الحرف هذا وش يا ابطال شا 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 اذا نفتح ايش نفتح الفم اثناء نطق ايش الحرف بالفتحة بالفتحة طيب الان الفتحة فتحنا فمنا طيب الضمه شو تسوي يا سلام احسنتم نضم فمنا الضمه نضم ايش نضم فمنا كيف نقرأ هذا الحرف كيف نقرأه ها هاي ابطال شو 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 يا سلام اذا ايش الان هذا الحرف معناه اننا ايش نقرأ ايش نضم فمنا هذه ابطال ما هي شوفونا دايما تحت اذا شفتها تحت هذه معناها ايش الكسرة لان ايش كسرت فايشي يكسر يطيح تحت يطيح تحت لما واحد تنكسر لسمح الله رجله يطيح وين تحت فالكسرة هذه مكسورة ولذلك حتى لما ننطقها ننطقها ايش شي 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 تحسن ايش فيها ايش مسكينة وحزينة ما او مسكينة المسكينة نختم الصغيرة بس هذه ايش تحسنها ايش حزينة لايش لانها مكسورة لانها مكسورة بنقول ايش شي نقول شي بارك الله فيكم اذا يا ابطال معرفت الحروف بالحركات بالحركات اذا ما عرفت اقرأ بالحركات راح يكون عندك ايش في الجسم كله في المنظومة في الكلمة كلها راح يكون عندك ايش خطأ عندك خطأ طيب وش دي يا ابطال ها يا سلام عليكم ان يعرف الطالب حروف المد حروف ايش المد الحرف الحركة هذه يا ابطال فتحة ضمة كسرة شايفينها هذه ايش ما تستطيع ان تمطيش الحرف الحرف وش اللي هي موجودة عنده حرف الساء ما تستطيع تبي تمد الحرف ما تقدر ساء 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 نجي لضمة ها يلا ضمة مدي الحرف سو 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 لا تقدر لا تقدر ايش تمد الحرف يلا يا الكسرة مدي الحرف سي سي اقوى اقوى سي اه طيب ايش المشكلة مشكلة انها صغيرة البنية الصغيرة ما تقدر فالقوات هذولي كل وحدة لها ام مختلفة لها ام مختلفة الام للفتحة قلنا ايش الالف قلنا ايش الالف بنت الفتحة امها الفتحة لما تشوفونها هذي ايش هذه امها الفتحة امها الليش الالف امها الالف اذا الفتحة امها الالف اذا شفت الفتحة البنية هذي صيرونا الحلوة هذه الفتحة وامها واقفة وراها وعلى طول اعرف ان امها جاية ايش تساعدها جاية تساعدها ولذلك ما نقول سا سا لا لان البنت ايش طلبت مساعدة ثم هم هم اثنين هم الام والبنية يمسكون الحرف ويمدون يمدون ايش شلون تيجي ناظر الآن ايش الآن ايش مدوه سا اول لما كانت لي وحدها ايش كانت كانت ايش سا لما جت الام ووقفت معاها يلا بنتي يلا شد شد يلا سا سا يا سلام يا سلام على البنت وامها طيب نروح للحرف الثاني او الحركة الثانية اللي هي الضمة سو سو امها تشبهها امها تشبهها اذا جت الضمة بعدها بنت امها معناها امها جاية تساعدها ما نقول سو و سو لا الام جاية ايش تمد الحرف اللي هو الحرف الممدود وش هو الحرف السين فجاية تمد مع بنتها سو 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 اذا يا ابطال اذا جت شفت حرف المد البنت وامها معها فهم ايش متفقين انهم ايش يمطون هذا الحرف فيصبح ايش سو سو واضح نجي ايش للسيدة البنت الامورة اللي اسمها ايش الكسرة البنت اللي اسمها الكسرة انت يا كسرة امك مين انا امي الياء الكسرة امك مين انا امي الياء فالياء اذا جت مع بنتها ايضا ايش نفس ايش نفس خواتها فتيجي تساعد بنتها الان لو شفتوا حرف هذا الحرف هذا ايش سي 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 تبتمده ما تقدر فتطلب ايش مساعدة امها امي ساعديني تجي امها على طول ايش وتقف وين تقف وراءها مباشرة اذا وقفت وراءها بالشكل هذا ننطق ايش الحرف سي سي اكبر غلط عند الابطال الطلاب والطالبات احبابي انهم ايش لما يشوفون البنت وامها ينطقون البنت الحال والام الحال طيب الام جاي تساعد بنتها ليش تفصلونها عنها لا غلط ولذلك حتى لما يحطون لكم مربعات مربعات اللي هو تحليل الكلمة لما تشوف البنت وامها لا تفصلهم عن بعض لا تفصلهم اشي لهم كلهم كذا وحطاهم ايش في مربع هذه حطناهم في مربع الحال الساء البنت وامها في مربع لوحدهم واضح يا ابطال حتى لما نقطع الكلمات الى حروف الحرف ايش هذا نحطه مع امه وهذا مع امه وهذا مع امه ننتقل الان الى ايش الى الاخت الصغيرة الاخت الصغيرة من هي الاخت الصغيرة يا ابطال ها اختهم الصغيرة شايفينها كل واحدة ماسك اختها معها شايفين الفتحة ماسك اختها معها اللي ايش ها ماسك ايش اختها معها هنا ماسكة اختها معها وهنا ماسكة اختها معها اذا يا ابطال ماذا نفعل الان ايش عندنا مشكلة ناظروا الان لين احلنا ايش المشكلة هذه فيبدأ ايش سوف ايش سوف اتدبر امر فيه الان مشكلة سوف انا اذهب لحل هذه المشكلة انتم الان يا ابطال سترون ايش الفتحة مع اختها والضمة مع اختها والكسرة مع اختها انظروا اليها يا ابطال ها شفتوا البنت الصغيرة هذي ما شاء الله جميلة جدا وهذي اجمل وهذي اجمل هذي اختهم الصغيرة اللي حنا قلنا ايش قلنا عليها قلنا عليها طيب طبعا ايش البنت الصغيرة هذي قالت الامة اما انا لازم ايش يكون عندي حرف لازم يكون عندي حرف فالحرف هذي قالوا مافي انتي صغيرة وما تقدرين تكونين على الحرف الوحدي قالوا قعد تبكي وتصيح قالتوا ما خلاص نطلع ايش لازم تكونين مع اختك تكونين مع اختك تكونين مع اختك فاذا ارادنا ان ننطق ايش السكون لابد ان ننطقها مع ايش مع اختها بصوت واحد مثل لو قلنا كلمة مثلا قف الحرف الاول كسرة القاء والحرف الثاني عليه السكون كيف ننطقهم مع بعض نقول ايش مثلا في الكسرة قف قف مع بعض ننطقهم مع بعض قف طيب لو جينا للضمة لو قلنا كلمة مثلا يس لم يس الان كلمة ايش اليا عليها ضمة والحرف الثاني السين عليه ايش عليه السكون فنقول ايش يس مع بعض ننطق يس يس واضح اذا ننطقهم كلهم صوت واحد لان الصيرة هذه امهم وصتهم لا تتركون اختكم لا تتركونها تنطق الحرف لوحدها نهائي اختكم ما تتركون صيرة تضيع ولا يصير فيها شي انتبووا لاختكم فييش اتفقوا الخوات كلهم اذا جت هنا مثلا كلمة بر بر الباء فتحة الفتحة جات ايش على الحرف الباء والرا عليها السكون فقالوا ايش اختك معك انتبه تتركين اختك لو نطقتي انت لوحدك اختك ضاعت فدائما ايش تلاحظون يا ابطال اذا كان حرف عليه السكون ننطقه مع ايش مع اخته اللي قبله كلمة ايش بر كلمة بر اذا نيش نطقناهم كلهم مع بعض ونحاول ان شاء الله ناخد امثلة في اذا كان ان شاء الله اذا كان في مراجعة اخرى وعندنا الان الضمة يوس يوس لو قلنا ايش يو اس يو نطقناه لوحدها ويش والسين اللي عليها السكون لوحدها اذا الان البنت احتمال تضيع احتمال تضيع ولذلك الخوات هذول يا ابطال انتبهوا انتبهوا تنطقون البنت الحالها الفتحة واختها ايش الحال احتمال تضيع واذا ضاعت الكلمة تصبح كلها ايش كلها خطأ الان عندنا هذي يوس نقراها يوس لو قلنا يو اس يو اس الكلمة غلط ليش لان البنت هذي ضاعت وتورطون اختها لا تقرؤون الحرف اللي عليه السكون المقطع الساكن الا مع ايش مع اختها الا مع اختها هنا ايش الكسرة ايضا يا ابطال لا بدنا نقراها مع اختها مثل كلمة قف قي قف مع بعض لو نقول قي اف غلط ليش لان ايش فصلت والبنت الاخت الكبيرة عن اختها الصغيرة فيحتمال انها تضيع فتصبح الكلمة كلها غلط كلها غلط ولذلك يا ابطال لا بد ان المقطع الساكن نقرأه ايش بصوت واحد بصوت واحد بر 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 ها الكلمة الثانية ها يوس 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 اذا ايش ما نفصل ايش الخوات عن بعض الثانية ايش هنا بر مثلا واحد يبر بوالديه يقول هذا بر قف 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 بصوت ايش لاحظون ايش بصوت واحد قف طيب اكتب لكم امثلة مثل ايش لو نقول مثلا الكلمة ايش اللي قلناها قبل شوي كلمة ايش بر بر واضح هذه الكلمة يا بطال دايما ايش نحط عليه الكلمة هذه بر اذا ايش نقرأ البا الفتحة واختها بأحب نفس واحد بر بر لو قلنا با ار با ار خلاص البنت هذه ضاعت البنت ضاعت وهربت ويدورون عليها يسببون ايش للفتحة يسببون هايش يسببون لها مشكلة لو جينا الكلمة الثانية وقلنا مثلا كلمة يسلم او مثلا كلمة يسكن ها يسلم عفوا هذه ايش يا بطال السكون اللي هي الضمة اذا هذه يا بطال هذه بالضمة يس مثلا يسلم يا لاحظوا هذه احسنت اذا ايش يو عفوا هذه ايش هذه الضمة اه تعديل جميل اذا ايش يا بطال عندنا ايش حرف الياء عليه ايش عليه الضمة وحرف السين عليه ايش عليه البنت اللي هي الصغيرة يختم الصغيرة لو جينا نقرأ الان البنت الفتحة واختها لا بد ان ايش نقرأهم مع بعض نقرأهم مع كيف نقرأهم يوس يوس طيب لو قلنا يو اس يو اس لي مو هل هالكلمة صحيحة لا ليش لاننا فرقنا بين البنت واختها الصغيرة ولذلك اصبحت الكلمة ضاعت البنت وضاعت ايش الكلمة ضاعت البنت وضاعت الكلمة هنا ايش يوس يوس طيب لو نجي الان الى الكسرة ونقول ايش نفس الكلمة هناك بس تكون ايش بكسرة تكون ايش كلمة ايش تكون فيها كلمة بر كلمة الكلمة يكون فيها ايش يكون فيها كسرة و سكون كسرة و سكون كيف ننطق هذه يا ابطال كيف ننطقها ننطقها بالشكل التالي بالشكل التالي بر بر هذه ابطال نطقناها ايش كلها مع بعض في ايش في لفظة واحدة فنقول ايش بر بر ليش لان الاخت هذه واختها معها الصغيرة فلو تركنا فصلنا بينهم اصبحت ايش اصبحت هناك مشكلة تضيع البنت ويضيع ايش ويضيع تضيع الكلمة بدلا ان نقول بر فتصبح بي ار بي ار طيب اذا يا ابطال مش الطيب جميل طيب نمسح هذه ونحط ايش نحط كلمة ايش حسن كلمة مثلا قف قف واضح يا ابطال اذا الان كلمة قف عندنا ايش لا بد ننطقها ايش مع بعض ننطقها مع بعض قف 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 لماذا جميل اذا لو نطقناها لوحدها هذه لوحدها وهذه لوحدها ضاعت ايش البنت اصبحت كلمة خطأ الكلمة خطأ طيب ننتقل الان يا ابطال الى ايش الى ذكرنا طبعا ننتقل الان الحروف الحركات حرف المد وذكرنا ايش المقطع الساكن ننتقل الان الى ايش الشدة ان يعرف الطالب ايش الشدة يعرف الطالب الشدة هذه ايش الشدة وقلنا الشدة يا ابطال هذه هي الشدة ايش معنى الشدة معناها معناها ان عندنا عندنا حرفين عندنا حرفين حرف الاول عليه السكون والثاني عليه عليه الفتحة عليه الفتحة ولذلك يا ابطال اي حرف تشوفون عليه شدة حرف تشوفون عليه الشدة ناخد الاسود تشوفون الشدة هذه هذه معناها ايش معناها ادال حرف عليه السكون والحرف الثاني عليه الحركة ما هي الحركة اللي على الشدة فتحة نحطها على الحرف الثاني نحطها على الحرف الثاني ولذلك الطالب الذي لا يعرف الشدة وانها حرفين الاول سكون والثاني نفس حركة الشدة لن يستطيع القراءة قراءة صحيحة لن يستطيع القراءة قراءة صحيحة فلا بد ان نعرف ايش نعرف الشدة نعرف الشدة واضح يا ابطال واضح الشدة هيا ممتازين طيب الان ناخذ ايش الشيء الاخير ان يطقل الطالب نطق التنوين نطق التنوين شوف يا ابطال عندنا التنوين لاحظتم لاحظتو عندنا ايش ناخد الاسود ايضا التنوين هذا شوفتو على الدال هذا التنوين وهذا ايش التنوين التنوين هذا ايش معناه لو نيجي نفس هنا نطلعه يطلع عندنا ايش عبارة عن حاجتين عبارة عن حاجتين الحاجة الاولى ضمه واضح ضمه ان خوات الثنين ضمه الاولى الضمه الثانية جاية معاها ايش معاها حرف نون معاها حرف نون معاها حرف نون يعني الاولى ضمه والثانية الضمه شايلة معاها ايش شايلة معاها حرف النون ولذلك اذا نطقنا كلمة هذه الكلمة شوفوا حرف الدال. كيف ننطقه? ننطقه ايش؟ ممتاز. ننطقه نقول دن دن. انا كأني سمعت حرف النون صح؟ سمعت حرف نون يا بطال معي. ها بطلات. سمعت حرف النون. احسنتم. منين جت النون? النون جت مع البنت الثانية. عندنا ضمتين? صح؟ هذي وحدة وهذي وحدة. وهذي وحدة. هذه الأولى الثانية جاي معاها إيش معاها حرف إيش حرف النون الثانية معها حرف النون والذلك يقول خالدن خالدن طيب لو جينا هنا خالدن دن ودائما إيش الفتحتين في مثل هذه الأسماء يجي معها إيش يجمع الألف يجمعها الألف يساندها فنقول إيش خالدن دن ها نون فبعض الطلاب لما يسمع يقول إيكتب كلمة خالدن يكتبها بالشكل هذا خالدن غلط لا يا أبنائي ليس فيه ما فيها نون بس إن تسمع النون تحسبها نون هي تنوين ضم خالدن خالدن واضح يا أبطال واضح كذا هذه أيضا خالدن خالدن إذن يا أبطال بهذا يعني الآن وصلنا إلى أنه عندنا خمس نقاط لا بد أن نعرفها لكي نقرأ قراءة صحيحة أولا معرفة الحروف ثمانية وعشرين معرفة ممتازة جدا 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 اثنين أننا نقرأ أيش نعرف الحركات فتحة ف في فو بالحركات الثلاث أيضا نعرف أختهم الصغيرة المقطع الساكن المقطع الساكن أيضا هذا فيه الترفيب أيضا أيش الأم وبنتها اللي حروف أيش حروف المد لا بد أن نعرف الشدة وأن الشدة عبارة عن أيش حرفين عبارة عن حرفين وأخيرا أننا ننطق أيش التنوين أيش بالنون إلى هذا الحد نكتفي بحصتنا وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا